لمناقشة هذا الموضوع يضم إلينا من بغداد وأستاذ الإعلام السياسي في الجامعة العراقية دكتور فاضل البدراني. أهلا بك دكتور بدراني معنا في مساء العراق. إذن هل هي زيارة عربية بروتوكولية؟ أم يمكن أن يكون لها وقع من نوع جديد؟ مساء الخير. بلا شك هذه الزيارة التي فعلا كانت مفاجئة. ولكنها أثبتت أن الدول الثلاث التي حرصت على إقامة ثلاث قمم في البلدان العربية. وهي العراق والأردن ومصر في السنوات الماضية. وكان آخر قمة في نهاية حزيران 2021 بين جلالة الملك الأردني والرئيس المصري. مع القادة العراقية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقي. أثبتت على أنه فعلا هناك كانية وجدية في إطار تدعيم التعاون الاقتصادي والأمني. وقضايا استراتيجية مهمة. واليوم لاحظنا في المؤتمر الصحفي. يعني وزير الخارجي العردني أفصح عن قضية. أنه مسألة الربط النفطي خط النفط الناقل من البصرة إلى العقبة وصل نسبة الإنجاز إلى 80%. هم اتفقوا على قضايا من حيث المبدأ وقضايا الكلفة وقضايا الحسابات. ولذلك دخلوا في مراحل متطورة. وهذا يعني أنه مسألة عاش الاقتصاد العراقي والأردني والمصري. هذا مهم جدا ضمن الأولويات. يعني هذه القمم التي لاحظناها أن سمة التعاون في الجانب الاقتصادي هي الأساسية. والدول عندما تحافظ على اقتصادها. إنما تحافظ على وضعها وتقف بوجه التحديات. هنا سؤال دكتور بدراني. قضية التحديات. نتحدث عن ملفات سياسية. ملفات اقتصادية. ملفات أمنية. نتحدث عن تحديات خارجية إقليمية. تحديات داخلية. ربما ترفض هذا الانفتاح والتعاون العربي بين العراق وتلك الدول. كيف يمكن أن يواجه أو تواجه وتحل هذه التحديات؟ يعني إذا تلاحظ أن العراق بلد وعد بالثروات. وبلد إمكانياته كبيرة جدا. ممكن أن تستفيد من الدول الأخرى. الشريكة والعراق بنفس الوقت لا يمكن أن يبقي ثرواته في باطن الأرض. ولا تبقي هذه المساحات الكبيرة من العراق بدون استثمارات. بكل تأكيد هذه تحتاج إلى تعاون وخبرات. وإلى تكنولوجيا متطورة متقدمة. خبرات تمتلكها قوة بشرية. هذه موجودة في الدول العربية. في الأردن. في مصر. وقضية التكامل في توفير هذه الخدمات. القضايا الاستثمارية. قضية الربط الكهربائي ما بين الدول الثلاث. وموجود الخط ما بين الأردن ومصر. ولكن اليوم أفصحوا على أنه في مطلع العام المقبل. سوف يتم ربط العراق بالدولتين. بكل تأكيد هذه خدمات للمواطن العراقي. إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار. الآن درجة الحرارة تزيد عن الخمسين درجة مئوية. هي خدمات للمواطن العراقي. وهي أموال في ذات الوقت تدر على جميع هذه الأطراف. هذه الأموال والعوائد المالية. ألا تزعج أطراف خارجية إقليمية. نتحدث هنا عن إيران مثلا. هناك كميات من التعاون الاقتصادي ما بين العراق وإيران. قضية تبادل تجاري. تصدير غاز وغيرها من الاتفاقيات. ألا تزعج إيران برأيك؟. بالتأكيد هذه المسألة تزعج أطراف أقليمية ومنها إيران. إيران هي تصدر الغاز للعراق والربط الكهربائي. لا يخدمها وأكيد يزعجها موضوع الربط الكهربائي. سواء مع الأردن ومصر أو مع بلدان الخليج العربي. ولكن دعني أن أتحدث إلى قضايا شعبية ضاغطة. لا أعتقد أنه بعد أي حكومة للحكومة الحالية أو الحكومة المقبلة. أن تصمد أمام وتذعن للتعثيرات الأقليمية في موضوع الإبقاء على الوضع الحالي. لأنه في تموز في آب وحتى في حزيران. الحرارة ساخنة جدا في أوقات الشتاء. بحيث الغاز الإيراني في ذروة الصيف وذروة الشتاء لا يقفي الحاجة المحلية. وبالنتيجة هذا ينعكس على العراق. عندما تكون خطوات الحكومة العراقية جادة. ستكون في منظار المجتمع العراقي. وهذا بالتأكيد سيجعل الأطراف الأقليمية تتفهم. أو على الأقل تتراجع من نفسها. يتحدث عنه البعض أيضا دكتور بدراني من أن العراق يجب أن يتجه إلى سياسة العلاقات الضامنة. بدل التوازن في هذه العلاقات. شكرا جزيلا من بغداد. أستاذ الإعلام السياسي في الجامعة العراقية. الدكتور فاضل البدراني.